اعلن سعادة المهندس وائل بناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس امناء بولي تيكنيك البحرين اعلن عن اطلاق بولي تيكنيك البحرين ثلاثة برامج جديدة للماجستير تطرح لأول مرة منذ تأسيس الكلية واوضح الوزير المبارك خلال مؤتمر صحفي عقد في كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين ان برامج الماجستير تشمل ماجستير علوم الهندسة التطبيقي في انظمة الطاقة المستدامة وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي والماجستير في التجارة الدولية والتخطيط اطلقت جامعة بولي تيكنيك البحرين برنامج ماجستير مميز يشرف عليه اكاديميون مختصون في عدة مجالات من خلال خطة جديدة تسير عليها الجامعة لجذب الطلبة المهتمين في مواصلة تعليمهم والحصول على شهادة علمية معتمدة بالتخصصات التطبيقية ثلاثة برامج مهمة تناسب جميع الطلبة من خلال تقسيمها الى جزئين لطلبة الوقت الكامل وطلبة الوقت الجزئي مع مراعاة اكمالهم للمتطلبات في الوقت المحدد اطلقنا ثلاثة برامج ماجستير منها الهندسة المستدامة والذكاء الاصطناعي والتجارة الدولية والاستراتيجية هذه البرامج مهمة وصممت لتكون ضمن العلوم الهامة التي تطلق مرحلة جديدة من التعليم متطلبات أساسية لدخول برنامج الماجستير في جامعة بولي تكنيك البحرين بهدف ضمان استعداد الطلبة ومواءمتهم لهذه البرامج الأكاديمية المميزة سيتم اختيار الطلبة بناء على تخصصاتهم في شهرة البكاليريوس هما ثلاث برامج فكل برامج بيكون لها شروط مختلفة بس الشروط العامة شرط حصول الطالب عشارة البكاليريوس من جامعة معتمدة في مملكة البحرين سواء كان الطالب متخرج من برا مملكة البحرين أو من أحد الجامعات في مملكة البحرين بالإضافة إلى أنه سيتم تقييم شهادة الطالب التي تخرج فيها من قبل اللجنة الأكاديمية وبناء عليه سيتم إعطاء القبول مبدئي للطالب طبعا الماجستير ليس فقط في بوريتكنيك البحرين في الدول التي تقدم الكليات التطبيقية عندها شهرة توصد إلى الدكتوراه لكن الماجستير التطبيقي ميزا أنه يكون مرتبط أكثر بالحلول المبنية على التعليم العالي في مملكة البحرين يشق طريقه بكل نجاح ويدعم التطوير في مختلف مجالاته من خلال جمعه التخصصات الأكاديمية المتنوعة التي تثري القطاع الأكاديمي البحريني شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شوق العثمان لآم squares اشتركوا في القناة